مرحبا برج الميزان اهلا بكم في قراءتكم العمل برج الميزان اول جانب عندنا هو جانب الوظيفة والمشاريع الجانب العملي من حياتك عندنا كرت العالم الخماسيين واربعة الاكواب دخول لشخص مفاجئ قدوم زائر من البعيد ممكن يكون من دولة مختلفة ممكن يكون الشخص يدخل في حياتك بشكل مفاجئ ويكون في يده شوف في يده هذا الملاك في يده مثل الغصنين او الصولجانين بما معنى ان هذا الشخص رح يأتي في حياتك ويعرض عليك الكثير من الافكار والمشاريع اللي انت تقدر تطبقها رح تنفذ المشروعين الاقتراحين عنده في يده اقتراحين رح تنفذهم وتكون مشغول بتنفيذهم يدك ممتلئة خلال الفترة القادمة هذا الشخص يأتي بنوايا طيبة قدومه حسن مثل ما احنا نقول قدمه خير ماديا عليك في حياتك وجوده بركة ممكن يكون حتى شخص قاتلنك من بعد سفر هو اللي اتاك في طريقك هاي الفترة عندنا اربعة الاكواب رح تضطر انك تبعد او ترفض عروض اخرى بسبب قدوم هذا الشخص وانك مشغول بتنفيذ المشاريع معاه في الفترة القادمة على الاقل لشهر سبعة خلنا نشوف الجانب المالي اللي هو دائما يكون مرتبط بالجانب العملي من حياتك عندنا الكوب الصغير تسع الاخصان وعشر الاكواب هذا الجانب مرتبط ايضا بالجانب العملي رح اقول لك اشلون اول نصيحة لك خلال هذا الشهر ان انت ما تغير كثيرا من اسلوبك في الصرف ومن ميزانيتك اللي اتب العادة متعود عليها حاول انك ما تدخل مصاريف زيادة خلال هذا الشهر الا لما تكون مضطر الا لما تكون شي لابد منه شي من الاساسيات ولكن اي شي من الكماليات تستطيع انك تستغني عنه حاول قد ما تقدر ان اضحط ميزانيتك ومن الحدود اللي ان دائما متعود عليها هذا الكرت يطلب منك عكس المرونة في وضعه او في صرف امورك في صرف الاموال يقولك هنا لا تستعجل لا تعتبر ان انت اي شي اي مصروف اي شي يخترب اي شي تقع عينك عليه لازم تشتريه خلال هذا الشهر العكس احذر وكن حريصا في صرف اموالك عندنا الكوب الصغير بداية ضخمة بداية ضخمة يأتي يأتي بها شخص من جنسية مختلفة او قادم جديد هذا كرت العالم شخص قدوم جديد في حياتك ممكنها من جنسية مختلفة او كان موجود في مكان مختلف عنك انتو ما كنتم في موجودين في نفس المكان خلال هذا الشهر تجتمعون وهو عنده محيط من الافكار والمشاريع اللي يقدر يفتح عينك عليها البداية معا صغيرة بداية اساسية بداية كأنما حتى مقترحات اللي يعطيك هي ما تتطلب الكثير من الاموال ولكن تتطلب منك الالتزام يا برج الميزان هذا الشخص لانه قدوم عليك فيه الكثير من الخير والبركة يفتح وراء عشرة الاكواب اكتمال الاكواب كل ما تتمنى من اماني يعني تخيل عندك عشر اكواب عشر اماني نائما يقولون المرض اللي يكون موجود داخل المسباح يسمح لنا بثلاث امنيات اهني عندك عشرة في التارو اعلى رقم هو العشرة عن طريق فكأنما يقول لك هني عن طريق هذا العرض الصغير اوكي حتى لو هذا الشهر اموالك رح تكون شوية تكون حريص فيها او لا تكون كريم كثيرا لا تكون منفتح على الصرف ولكن كأنما استثمر اموالك مع هذا الشخص في فرص جديدة ممكن تتمي اهني في نمو عندك للاموال تضخم في الاموال تكاثر للاموال عن طريق اذا اخذت هاي الفرصة وطبقتها مطلوب منك طاقة الخماسيا اوكي عزيزي برج الميزان هذه هي النصيح عليك فرصة جميلة عشان دائما اشوف في التعليقات الناس يقول لي والله ما عندنا لا اموال لا اكل لا شيء ولا حتى الشريك هذا الطاقة انت اللي قاعد تمنع الخير ان يأتيك الخير قارتي في الطريق ولكن يطلب منك طاقتين السعي والشيء الثاني انه انت تؤمن ان الخير قاتنك في الطريق ما يتطلب منك اليأس انت كأنما قاعد هنا يتقف عائقا في وجه النمو اللي قادم في حياتك اللي بعدها في الدراسة يا برج الميزان عندنا كرت النجمة عشر الاخصان وايضا الغصن الصغير عندك كذا طاقة بيج او الطاقات الصغيرة في بدايات كثيرة او بدايات ضخمة تبتدي توها تدخل في حياتك في شهر سبعة دائما نحن ننتظر البدايات الجديدة في حياتنا شهر واحد نعتبرنا اول شهر في السنة ولكن كأنما انت لما اقول لك هني رقم سبعة واحد زائد سبعة رقم سبعة ايضا يتكرر عندك البدايات الجديدة انت يا برج الميزان توها انفلاق البذرة عندك راح تكون من بداية شهر سبعة النجمة التفوق اللي تبحث عنه امنيتك في الدراسة هي قاعدة تطلبك كأنه ما فيه نداء لك هني نداء لازم انت تلبي ليش اقول لك لازم انت تلبي محتاج منك السعي والعمل لما تقول لي والله انا خاطري اتخرج انا احلم اني اتخرج انا احلم اني عقب ما اتخرج احصل على منصب هني التاري يقول لك كل اللي قاعدة تسوي الحين من جهود وتزرعها هي اللي راح تقدبك لطريقك تحقيق الامنية مو شي ثاني مو طاقة التمني ايضا النجمة تنصحك ان انت مضل في طاقة الاحلام والتمني لازم تطلع من هاي الطاقة وتدخل في طاقة التنفيذ هذي هي الرسالة لك وراها بيجو فاير في شخص ثاني في محيطك الدراسي اشخاص ثانين حتى مو شخص واحد مستعدين ان ياخذون اشوف هني برج الميزان انت متميز ومتفوق دراسيا او على وشك انت تميز في اشخاص اذا انت وقعت اذا انت ما حصلت النتائج المطلوبة مستعدين ان ياخذون مكانك ممكن يكون الشخص اللي بعدك اللي يأتي بعدك في النتائج انزل يبون ياخذون مكانك وعينهم على مكانك مكانتك مثلا انت الاول على الدفعة انت عندك اعلى عدد اعلى معدل هاي النوع من الطاقة مكانك يتمنونه فاحذر من المطاقة يعني لا تقلل من قيمة المكان اللي وصلت له في الدراسة وما تهتم فيه ما تظل تدعب عشان تحافظ عليه مجرد انك مثلا حصلت على امنيتك مو معناته انه ما يرح يطلب منك الكثير من المثابرة والعمل والاجتهاد عشان تظل تحافظ عليه لانه فيه اشخاص ثانين ينتظرون هاي المكان لانت وصلت له جانب الهجرة ستة الخماسيات سبع السيوف والسيفين هاي الكارت تقول لك ستة الخماسيات ابتدي يا برج الميزان ورتب اوضاعك رتب ظروفك رتب حياتك حتى لان الموافقة ااتية للهجرة او علاقة للسفر في الفترة القادمة قادمة في الطريق لازم بس انت ابتدي خلاص تحط في عقلك ان امنيتي قادمة في الطريق وتبتدي ترتب امورك ولكن اثناء ترتيبك لامورك لا تفصح عن هذا الشيء لجميع اللي هم حولك لكن للناس تدري ان برج الميزان فلان قاعد يرتب اوضاعه عشان يسافر استعينوا على اموركم بالكتمان هذا الطاقة واشوف ايضا الشيء الوحيد اللي راح يمنعك الشيء اللي قاعد يمنعك نفسيا ان انت تحصل على مرادك بخصوص الهجرة انت قاعد تفكر في الاشخاص اللي راح تضطر تودعهم او تتركهم ورائك لما تذهب الى الدولة الجديدة لازم انت تعامل نفسيا مع هاي الموضوع تدرك ان الطريق الى النجاح يضطر منك ان تقدم اشياء فيلها ثمن وان كان افتراق مؤقت عن من تحب كينا ما اشوف هنا برج الميزان اذا عندك شخص تريد ان تأخذه معاك الى ذلك البلد ما راح تقدر راح يكون فقط شخص واحد هو اللي يقدر اروح الصحة عندنا اربع الاخصان ووراها كرت التمبرانس كرت برج القوس احذر في هذا الشهر ان انت هني الوقفة الوقفة والحمل اللي تشيله طريقة حتى شلون ترفع الاشياء الثقيلة كانا ما قاعد اشوف هنا برج الميزان ما يحاسب ما يفكر اشلون اشيل الشيء بطريقة ما تأذي ظهره عندك الظهر وهو اللي لازم تحاسب منه هذا الشهر الانتصاب لازم لازم مقفتك ما يقولون لك في وقفة صحيحة في طريقة صحيحة عشان تحمل الاشياء هذا اللي اتكلم عنه والججمنت اذا عندك اي شيء يقلمك في تورم الججمنت هنا اذا تلاحظ هذا الشخص كأنما يفرق على جسمه نوع من المرهم نوع من المسكن نوع من الفكس هذا بالضبط اللي تحتاجه خلال هذا الشهر لازم يتراعي صحتك لازم حتى لو تقول لي مضطر اني اسوي الكثير من الاشغال ناس ويد اعتمدون علي ولكن سوى بطريقة صحية ما تأذي عمودك الفقري انزين خلا نشوف جانب القانوني اذا عندك اي امور حاليا في النظام القضائي او في المحكمة الكوب الاول تخرج من الموضوع انت اللي ناجح انت اللي ربحت تربح القضية كرت العربة كرت ال برج السرطان ما دل ليش احس هنا ان الكثير لانا وراها ايضا خمس الخماسيات الكثير من الاموال كأن ما في قضية كانت ضدك ولكن الكثير من الاموال رح تحصدها من هاي القضية من هاي المسألة هذه الشغلة الشغلة الثانية في اشخاص هنا وهما اللي راح يدفعون لك اشوف هنا برج الميزان اشخاص يدفعون لك ثمن غلطتهم ثمن تقصيرهم ثمن عدم درايتهم وفهمهم للعقود والاتفاقية اللي بينكم اشوفك على طول تأخذ هاي الاموال وتبتعد عشان كأنما تسافر فيها اشوفك هنا يذهب للاستمتاع تأخذ الاموال تربح القضية اذا كانت مثلا قضية حضان على طول تأخذ اولادك وتذهبون للاستمتاع او الاستجمام اذا كانت مجرد اموال وانت اعدب على طول تأخذ الاموال عندك عندك وجهة يعني اشوف عندك وجهة حاط في بالك هاي الاموال اذا اتتني واحطها في كذا وكذا اموال كانت مكم متعلقة شخص يدين لك بها طول الموضوع في المحكمة وفقدت الامل ويأست انما راح ترجع لك فلوسك ان شاء الله النصر قادم القراءة العاطفية العامة حين بسويها باسلوب الشعر راح حاول اطبقها على جميع اوضاعكم انتوا بعد اخذوا الطاقة وطبقوها على وضعكم سواء ان كنتوا من فصلين مرتبطين او عزاب القراءة العاطفية التفصيلية بعدين ان شاء الله راح تكون خلال شهر سبعة انزل الغزل اللي طلع لك هي برج الميزان هو هذا الغزل الغزل 1-1-5 او مئة وخمسة عشر راح اقرالك اياه وقلك معناه وتفسيره واذا فيه اي رسائل اخرى مبطنة انت تحس انه بس انت اللي تفهمها مرسلة اليك خذها من القراءة اول بيت يقول لك يعيب علي الفضولة عربدة العشق وخلاعة القلب ويعترض بذلك على سر من اسرار علم الغيب في شخص اختارك من بعيد يمكن انت ما تدري عنه نظر اليك واختارك بينه وبين نفسه انت ما تدري ولكن هذا الشخص دائما يسولف عنك مع قرين له قاعدة اشوف هنيك انه ما في قرين في شخص يثق فيه جالس جنبه دائما يسولف عنه شوف فلان انا حاط عيني على فلان هؤلاء الاشخاص اثنين هم يدرون انت اللي ما تدري هذاك الشخص يعيب على الشريك مالك يعيب عليه ينتقد اختياره لك انت ينتقد اختياره قوله ليش اخترت هذا الشخص من برج الميزان في افضل منه اش معنى هذا الشخص لانش هنا عندنا يقول سرب من اسرار علم الغيب انجذاب هذا الشخص لك ما يفسر بسبب الاشياء المادية الجسدية بسبب شكلك بسبب طولك بسبب المادة اللي عندك لا في شي من اسرار علم الغيب انجذاب بدون حتى مبرر انجذاب الارواح وهذا الشخص عند قرين قاعد يعيب عليه فانظر فليس كما لسر المحبة هو النقص في الذنوب ولكن حيث ما استقر من لا فضل له فلا ينظر الا الى العيوب شوف اقول لك شغلة برج الميزان هذه حكمة مو فقط في الحب في الحياة بشكل عام لما الانسان يكون من داخله جميل حتى لو شيء اللي امامي قبيح او شيء اللي امامي معاجبني ما اتفق ويا ارحل بسلام لان انا من داخلي جميل من داخلي انا سلام من اسماء الله الحسنى السلام ما اتفق معه ارحل عنا بهدوء لما تشوف الشخص يسوي ضوضاء ينتقدك ويسبك يطلعك من الاسلام مثل التعليقات الشوية اللي نشوفها عندنا واضطر اني امسحها عشان ما اضر المتابعين يتأثر على نفسيتهم يطلعونك من الاسلام يدخلونك في الاسلام ينتقدونك ينتقدون طريقة قراءتك ينتقدون موهبتك يسوون نفسهم افهن منك هذا شي من اسرار علم الغيب ليش انا الله سبحانه وتعالى يعطيني قبول في امور يعطيني نجاح في امور ليش شخص معين ينجذب لك انت يختارك حتى لو كان فيه اجمل منك لو كان فيه افضل منك هذه اسرار علم الغيب اسرار الروح احنا ما نقدر نكتشفها ولكن اللي تقدر تتأكد منه يا برج الميزان هي هاي الحكمة لان هذا الشخص اللي ينتقدك لا فضل له يقولك الشاعر لا فضل له لانه من داخلي قبيح فشي طبيعي لما يأتي بيعطي تعليقه سواء تعليقه على فيديو او تعليقه على اختيار الشريك لك رح يكون تعليقه على مستوى جمال روحه او قبحه كل انسان يعرض اهني مرآة نشوف فيها داخل روحه عن طريق كلامه منطوقة تعامله مع الاخرين لانه يكون داخل قبح الزبلة سواء كان معاي في قناة التارو مع ناس صغير او حتى في اختيار لشريكه في الحب انزل شريكك لكن اشوفه هذا الشخص مو ملتفت له لانه ما قاعد ينظر الى الاسباب الجسدية الاسباب اللي تخص المادة الشكل اللون تقييمة يقيمك ميزان الجمال لا ما ينتبه لها الامور انتبه لك على مستوى الروح مثل ما اقول لك اوقات احنا نقول ليش فلان جميل ولكن اختار فلانة مثلا فلانة مو جميلة فدائما المجتمع يردد امثال مثل الغير جميلات حظهم افضل لا هذا شي في علم الغيب هذا رزق وهكا عبير ذكية فوح من عطر الحورة في الفراديس شنو قلت لك جمال الروح هذا الشخص اختارك على روحك حس فيك بالروح حس ان انت قريب مننا ان انت توأم روح لانها تعطر حبيبة ردائها بتراب حانتنا النفيس شوف الانسان كلما كان قريب من الله سبحانه وتعالى الله يعطي قبول في قلوب الاخرين هذا الشخص اختارك لانه حس بداخل قلبه شي تجاهك او سيختارك اذا انت لحد الان ما تشوف شخص بهالمواصفات دخل حياتك يقول لك وغمزات الساقي تنهال على طريق الاسلام فلا يستطيع صحيب ان يتجنب الصحباء وكأس المدى من هو صحيب هنا في تفسير من هو صحيب صحيب احد الصحابة هنا يقول لك في امور انت والشريك انت وهذا الشخص تقدرون تتجاهلونها في نق تستطيع تتجاهله ولكن في كل انسان لحد معين صح في مستوى لحد ما يصير الكلام جدا لاذع الكلام جدا المحاولات الكثير من المحاولات محاولات واضحة للتفريق للتخريب يعني فيه فرق لما ينتقدك يقول لك انا ما احس فيه توافق بينك وبين فلان وفيه فرق لما يقول هذا الانسان ويسبه بس لانه اختارك لانه انسان قبيح من الداخل ما يستطيع تشوف الجمال في الآخرين اشلون يشوف اشلون يشوف ان هذا مثلا انت مميز عند هذا الشخص ما يقدر يشوف يقعد يقول هاي مسوي لسحر برج الميزان مسوي لهذا الشخص فهمت قصدي اقول لك وقبول اهل القبول سوري وقبول اهل القلوب هو مفتاح السعادة فلا تجعل الحبيب يا رب في شك وريبة من هذه النكدة اللطيفة المعادة نكدة لطيفة العالم الدنيا تعيش تشوفها عجب يا برج الميزان هاي الاشكال اللي احنا نتكلم عنهم ما في طريقة ان انت يختفون من حياتك كل ما تقبلت انهم موجودين لما يطلعون لك تضطر انك تتعامل معاهم لما يطلعون لك تضطر انك تحس فيهم تشوف نقذهم تشوف محاولاتهم للتخريب كل ما تتقبل كل ما صار كل ما طلعت حتى من الشك والريبة الخوف دائما تنظر ورا ظهرك تقول في احد يحاول يطعني القبول تسلم امرنا لله سبحانه وتعالى وانا نؤمن الخطوة الثانية من اقب ما نسلم امرنا لله سبحانه وتعالى نؤمن ان اللي يقول كلمة قبيحة في حقي او في حقك مو انا وانت اللي ناخذ الحق الله سبحانه وتعالى والله احنا نقول ما يضربه بعصا في شيء اسمه كارما في شيء اسمه حوبة كل اللي يقول كلام في غير محلة تسلم امرك لله سبحانه وتعالى تفوض أمرك لله يقول لك وراع الوادي الأيمن من هو موسى عليه السلام الوادي الأيمن قصة موسى وراع الوادي الأيمن يصل إلى مراده بعدما يقوم على خدمة شعي جملة سنوات بفؤاد الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص أحس من وقت اللي ينظر لك نظرات من بعيده يختارك ومر بفترة الانتقاد من هذا الشخص إلى فترة إلى ما يصير التقاء وزواج وارتباط بينكم بعد سنوات ترى هنا الفال صريح وياك مو بين يوم وليلة تستيقظ حباني وخطبني ووافقة والأهل لا بعد سنوات بفؤاد رح تضطر أنك تستنزف قلبك أوقات تنجرح وأوقات تتعب ولكن تصل إلى مرادك بعدين تحصل على اللي تريده وأقصوصها تحافظ أجعل الدم يقطر من العيون حينما يتذكر زمان الشباب ووقت المشي كأنما هناك النصيحة الأخيرة لك العاطفية أنت يا عزيزي يا برج الميزان دائما أقول لكم عيش في الحاضر لا تفكر ويد في اللي ماضة في المستقبل ولا تفكر في اللي ماضة في الماضي وفي الأمور اللي قادمة في المستقبل خلك في الحاضر الحاضر هو التوازن اللي تحتاجها هذه الشغلة الشغلة الثانية كأنما هناك فيها نصيحة خفية أن أنت لا تحاول أن تتحكم بالأشياء اللي ما تقدر تتحكم فيها ما نقدر نتحكم بالانتقادات الآخرين ما نقدر نتحكم بمحاولات الآخرين للتخريب للحسد للسحر ما نقدر ولكن لا نقدر نتحكم في إيماننا بالله سبحانه وتعالى تفويض أمرنا إلى الله فهمتوا قصدي؟ الموضوع اللي بينك وبين هذا الشخص موضوع يختص حتى بالروح مو فقط بالحب السطحي وعشان يصير فيه اجتماع طريق بينك وبينه جملة سونوات رح يأخذ وقت مو بين يوم و ليلة موضوعكم ولكن لما يصير يكون فعلا مثل ما هي مكتوب مفتاح للسعادة عزيزي برج الميزان هذه كانت قراءة